و للحديث عن العلاقات السعودية الأردنية يسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو المحللة السياسية الدكتور نايف في الوقاعة أهلا بك دكتور نايف حياتكم الله يا أرسال دكتور نايف ماذا تمثل العلاقات السعودية الأردنية في منظومة العلاقات العربية و أيضا ضمن مضلة جامعة الدول العربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا شك أن العلاقة بين المملكتين الشقيقتين تمتد إلى ما يزيد على 84 عام و المملكة العربية السعودية تنظر إلى المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها و أمنها لأنه جزء من الأمن القومي للمملكة العربية السعودية و نحن نعرف أن هذه الزيارة الملكية الكريمة هي الأولى لخادم الحرمين الشريفين للأردن و ليس بمستغرب أن يحظى بهذا الاستقبال الشعبي والرسمي الرفيع و نجد أن الأردن كلها فرحة بهذه الزيارة لأنهم يعرفون ما يحمله و ما يكنه خادم الحرمين الشريفين للأردن الشقيق و المؤازرة القوية و الثابتة و الصلبة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للأردن الشقيق نحن نعرف أن الأردن الآن هو في الخط الأمامي في مواجهة التطورات التي تحدث في المنطقة و بالتالي وقوف المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين و بهذه الزيارة الكريمة لا شك أنها سيضيف أطمئنان و استقرار لأشقائنا في المملكة العردنية الهاشمية إضافة إلى ما تحمله من بشائر خير للحكومة العردنية و الشعب العردني هناك أكثر من أربعة عشر اتفاقية سيتم توقيع بين الجانبين مجموع رأس المال أو مجموع الاستثمارات التي ستنفق بها أكثر من مليار دولار حجم الاقتصاد أو حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والأردن يتجاوز عشر مليار دولار و طبعا الميزان التجاري يميل إلى صالح المملكة العربية السعودية يوجد أكثر من أربعة علاف طالب سعودية تلقونا التعليم و طلب العلم في الجامعات الأردنية حقيقة العلاقة بين المملكتين وبين الأسرتين الحاكمتين في كلتا المملكتين هي نموذج هي نموذج يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية الأردن يشارك في ضمن التحالف العربي المملكة العربية السعودية أرسلت قواتها للأردن عندما احتاج في معركة الكرامة و في الدفاع عن الأردن من العدوان الإسرائيلي المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده و ولي ولي العهد و الحكومة السعودية و الشعب السعودي كاملا يقف مع الأردن بشكل صلب و موقف مبدئي لا يمكن أن يتزعزع ولذلك أنا أستبشر من هذه الزيارة الملكية الكريمة و إنعكاسات هذه الزيارة حتما ستكون بشائر خير على القمة العربية الثامنة والعشرين التي ستعقد بإذن الله في يوم الأربعاء القادم نعم بالحديث عن القمة العربية سيكون مضمن الملفات كما تحدث وزير الخارجي الأردني هو الملف الفلسطيني و أيضا هذا الملف الذي يحضر باهتمام كبير من قبل حكومة البلدين في المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية تأثير هذه الزيارة في هذا الملف خصوص الملف الفلسطيني بالتأكيد ملف القضية الفلسطينية ملف ثابت في جميع القمم العربية و الإسلامية و حتى على جدول أعمال قمم مجلس تعاون الخليجي و مهما حدث في العالم العربي من اضطرابات و من تهديد إرهابي و من تدخلات إيرانية هذا لن يصد العرب و القيادة السعودية بالذات عن هدفها الأول و هجسها الأول و هو تحرير الأقصى و أن تقوم الدولة الفلسطينية الأردن على تماس مباشر مع إسرائيل في هذا الجانب الأردن لديه جالية كبيرة من الأخوة الفلسطينيين و بالتالي الأردن يعطي الصورة الحقيقية عن هذه المعاناة و ما زيارة خادم الحرمين الشريفين و دعمه المستمر للقضية الفلسطينية نحن نعرف خادم الحرمين الشريفين منذ أن حلت هذه النكبة و هو المشرف عندما كان أميرا للرياض على لغاته و على مد الشعب الفلسطيني بكل ما يحتاجه و هو الناصر الأول بعد الله سبحانه وتعالى لقضية الشعب الفلسطيني العادلة و لذلك أنا أتوقع أنه ستحظى هذه القضية بإجماع كما حظيت بإجماع في كل القمم و هذا سيعزز كذلك لأنها نقطة اتفاق حقيقة بين جميع الاتجاهات العربية و هذا سيعزز النقاط الباقية من محاربة الإرهاب و محاربة التطرف و في سؤالي دكتور أقصد يعني هذه القمة بين خادم الحرمين الشريفين و أيضا العاهل الأردني كيف يمكن تأثيرها على الملف الفلسطيني ضمن القمة العربية بالتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله الآن يعتبر هو زعيم الأمة العربية وبالتالي الجولات العالمية والقبول المطلق من جميع دول العالم إقليميا و دوليا و إسلاميا يعطيه شرعية القيادة وبالتالي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان شخصيا لهذه القضية سيعطيها بعدا آخر وبالتالي هذا البعد بإذن الله سيتحقق نتائج عملية و لا ننسى أن زيارة سموس الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة و مقابلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الحكومة الأمريكية الجديدة كان من ضمن هذا الجدول و لو لم تطرح بشكل موسع في الإعلام كان من ضمن هذه النقاشات هو القضية الفلسطينية و إحياء مبادرة السلام العربية وبالتالي هناك توجه سعودي قوي جدا لحل هذه القضية وبالتالي أنا أتوقع أنه هذا المباحثات بين الملكين الكريمين سوف تعطي هذه القضية قوة في القمة العربية و آمل أن يصدر قرار بالاتفاق على أن يتوجه العرب بموقف موحد للولايات المتحدة الأمريكية التي بيدها الحل و العقد في هذه القضية أبرز الملفات التي ممكن تطرحها في القمة دكتور نايف باختصار شديد أتوقع أنه الملف لمكافحة الإرهاب هذا سيأتي في المقدمة التدخلات الإيرانية توقع ستأتي في المقدمة على أن هذه الملفات الأمنية الحساسة لم تشغل العرب و القادة العرب بنظرتهم الشمولية و خاصة خادم الحرمين الشريفين عن الجوانب الاقتصادية التي هي حجر الزاوية باستقرار الشعوب كذلك هناك لفتة دقيقة جدا للاقتصاد المعرفي و تقوية التبادل التجاري بين الدول العربية و البحث العلمي كل هذه ستكون موجودة و كذلك قضية اللاجئين و النازحين الأردن طرحها في آخر اللحظات قبل قليل ستكون من ضمن محاور هذه القمة الدكتور رنايف الوقاع المحلل للسياسي شكرا جزيلا لك على تولدك معنا في الستقيم شكرا لكم يا سيد شكرا لك